اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد كلمتكم قبل كده عن اهمية الذكاء العاطفي في نجاحنا في الحياة العامة وفي الحياة المهنية والذكاء العاطفي زي ما تقولوا كده له عمودين اساسيا ادارتنا لعلاقاتنا مع الاخرين وادارتنا لانفسنا ومهارة مهمة جدا جدا مفروض ننميها هي ادارتنا الذاتية للمشاعر او بيسموها احيانا التنظيم العاطفي ويمكن موضوع ادارة المشاعر والتنظيم العاطفي ان احنا ندير مشاعرنا وندير ردود افعالنا في المواقف المختلفة امر مهم جدا 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 ولمست بنفسي اهميته في ادارتي لعلاقاتي مع الاخرين سواء في العمل او في الحياة الخاصة وادارة المشاعر يعني يعتبر علم كبير قوي والعلماء درسوه باستفادة وبيبتدي بان احنا نعرف الاول ايه هي مشاعرنا ونعرف تأثير هذه المشاعر على انفسنا وعلى الاخرين وازاي بنترجم المشاعر دي لأقوال والافعال والردود افعال استجابتنا بشكل عام في المواقف المختلفة ما بتخرجش عن تلات استجابات اللي هي بيسموها fight, freeze or flight يا اما اشعر بالتهديد فاتخانق فاصعد حدة الموقف او freeze يعني اتجمد في مكاني ابقى مش عارف اقول ايه او اتصرف ازاي او flight يعني اهرب وده عادة لما بنحس بالتهديد او بالخوف ان الشخص اللي قدامنا بيهاجمنا فنتصرف بطريقة من التلاتة دول وده يعني كان امر مهم جدا لينا زمان لما كنا في الولدرنس وفي الحياة الصعبة والغبات والاحراش والحيوانات والكلام ده كله كان لازم نلاقي استجابة سريعة لما نشعر بالخطر لكن المشكلة ان مش كل المواقف اللي بندخل فيها دلوقتي مشكلة فيها خطر ولكن فضل البشر يستجيبوا لهذه المواقف بنفس الطريقة اللي كانوا بيستجيبوا بيها للخطر من ايام ما كنا انسان الغاب طويل النام يا اما بنهاجم يا اما بنتجمد في مكاننا بنبقى مش عارفين نعمل ايه او بنهرب وهنا ييجي دور مهارة التنظيم العاطفي او ادارة المشاعر وقدرتنا على ادارة المشاعر وانا هنا لما بتكلم على المشاعر بتكلم على المشاعر سواء ايجابية او سلبية لان المشاعر بالنسبة لي مشاعر ليها دور معين وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا القدر على ان احنا نشعر بمختلف المشاعر علشان نغير انماط استجابتنا على حسب ما يقضيه الموقف فالمشاعر السلبية برضو ليها فايدة وقبل ما نفكر ازاي نتخلص منها لازم نفكر ازاي ندرها وايه اللي هنتعلمه من مشاعرنا السلبية دي وادارة المشاعر بتتضمن تلات امور عادة حنلاقينا دايما محتاجين نعمل حاجة منها الامر الاول اني اخذ اجراء معين اني اشعر بشعور هذا الشعور يدفعني لاتخاذ اجراء معين الامر التاني اني امنع اجراء او رد فعل نتيجة لشعور يعني اشعر بشعور هذا الشعور يخليني على وشك اني اقوم بشيء معين او اعمل حاجة معينة ويجي بقى دور تنظيم المشاعر اني امنع نفسي من عمل هذا الامر الامر التالت هو اني انا اعدل رد فعلي او طريقة استجابتي لهذا الشعور اني اشعر الشعور ابقى على وشك ان انا اعمل شيء معين فاعدل الاستجابة او اعدل رد الفعل يبقى في النقطة الاولانية ان انا اتصرف بطريقة معينة في النقطة التانية امنع نفسي من التصرف بطريقة معينة في النقطة التالتة اني اعدل تصرفي لطريقة اخرى ومشاعرنا بشكل عام صفاتها الاساسية هي انها مشاعر مؤقتة ايا كانت السعادة مؤقتة الحزن مؤقت القلق مؤقت كل المشاعر دي ربنا سبحانه وتعالى صممنا على ان احنا نشعر هذه المشاعر بشكل مؤقت لو شعرنا بشعور بشكل دائم ممكن يبقى هنا في نقوص خطر وفي question mark علامة استفهام ليه انا دايما شاعر بالقلق ليه انا دايما شاعر بالخوف ليه انا دايما شاعر بالاكتئاب ليه انا دايما شاعر بالحزن معناه اني فيه حاجة مش مظبوطة لان المشاعر متصممة ان احنا نشعرها بشكل مؤقت وكل يوم بنشعر بمئات المشاعر المختلفة ليه بقى؟ لان احنا متعرضين دايما لمحفزات مختلفة في شغلنا في محفزات مختلفة واحنا سيقين العربية رايحين الشغل في محفزات مختلفة واحنا قاعدين مع اولادنا في محفزات مختلفة وأنا بذاكر المادة دي في محفز مختلف عن لما بذاكر مادة أخرى فبالتالي الشعور اللي أنا بشعر به في المادة دي مختلف عن المادة التانية نفس الوقت الأشخاص اللي حوالينا كل شخص يعتبر محفز لنا لمجموعة من المشاعر المواقف المختلفة اللي بنعدي فيها برضو بتحفز مجموعة مختلفة من المشاعر ونبقى على مدار اليوم بنتزبزب وننتقل من شعور لآخر 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 إدارة المشاعر أو التنظيم العاطفي هي المهارة اللي حتساعدنا أن احنا نغرب لكل المحفزات دي وإني أتحكم في استجابتي في مختلف المواقف وده يخليني أحافظ على علاقتي مع الآخرين أكسب الآخرين أكسب نفسي وحافظ كمان على علاقتي بنفسي ونظرتي لنفسي العلماء وجدوا حاجة مهمة جدا جدا بفكر نفسي بيها على طول هي أن كل ما زادت الفجوة الزمنية ما بين الفعل ورد الفعل كل ما بقى عندنا القدرة على التحكم في استجابتنا علشان كده يقولك ما تردش وانت غطبان ما تردش بسرعة ويمكن أنا كان عندي ميل للموضوع ده وإني برد على طول وبسرعة وحتى كمان مثلا لما كانت تجي لي إيميلز كنت أرد عليها بسرعة جدا ونصحيتني مديرة من مديراتي مرة قالت لي أنت في حد بيجري وراكي؟ مفيش حد بيجري وراكي خدي وقتك في الرد فبقول لها بالعكس أنا شايفة أن لما أرد ده معناه قالت لي لأ إحنا دايما في خدمة العملة بنقول هنرد عليه خلال 24 ساعة ليه؟ علشان ندي أنفسنا فرصة أن إحنا ندرس الموقف وندرس الطريقة الصحة اللي نستجيب بيها لهذا الموقف وده كمان في حياتنا العامة أن أنا ما ردش في ساعتها أن أنا أدي نفسي وقت ولو حتى بسيط أن أنا أهدى وأن أردت بأفكاري لأن إحنا زي ما قلت لكم من أيام بقى التطور من أيام ما كنا لسه في الغابة وبنصارع الوحوش أن كان لازم مهم جدا بالنسبة لنا رد الفعل السريع أن أول ما شم ريحت الخطر أجري أو أدور على طريقة أن أنا أتفادى بيها الخطر ده لكن الأوضاع دلوقتي ما عددتش بهذه يعني العجلة مش محتاجين أن إحنا نرد بالسرعة الفضيعة دي وكمان برضو العلماء اكتشفوا أن تقييمنا للفترة الزمنية دي وإحساسنا بيها بيختلف من شخص لشخص فيه ناس ممكن السواني تبقى تقيلة قوي بالنسبة لها وفيه ناس ساعة اتنين تلاتة وما عندهاش مشكلة وفيه ناس عندها يوم وسبوع وشهر وما فيش مشكلة فلازم برضو نقيم علاقتنا مع الزمن وإدركنا للزمن ممكن واحد يحس إيه ده ليه ما ردش علي أنا بعدت ميسج ويروح بعد خمسمائة ألف ميسج بتحصل ولا لأ ده معناه أن مهارة إدارة المشاعر عندنا ضعيفة ومحتاجين أن إحنا ننميها ونقويها النقطة كمان التانية اللي بتظهر قد إيه إحنا محتاجين نتعلم مهارة إدارة المشاعر والتنظيم العاطفي هو نوبات الغضب اللي بندخل فيها خاصة نوبات الغضب المفاجأة والغير مبررة اللي ملهاش سبب مقنعة أو سبب يعني يقدر يفسر ويجستفاي ليه إحنا دخلنا في نوبة غضب عارمة فيه كمان أحيانا الأعراض الجسدية اللي بنشعر بيها يقولك القولون العصبي الشد اللي في العضلات كلها الصداع كل الأعراض دي اللي ما بيكونش ليها منشأ طبي ولكن منشأها عادة بيكون المشاعر اللي إحنا حاسين بيها اللي إحنا مش قادرين نتحكم فيها أو ندرها أو ننظمها دي طبعا يعني شيء متطرف قوي بيحصل لما بتكون مهارتنا في تنظيم المشاعر وإدارة المشاعر ضعيفة وهو الإيذاء النفسي إن إحنا بنأذي نفسنا نحط نفسنا في مواقف ممكن تأذينا فيه ناس ممكن يعملوا إيذاء جسدي لأنفسهم وفيه ناس حتى ممكن يفكروا في حاجات أوحش من كده ممكن تصل للانتحار الحاجة التانية كمان اللي بتدل على إن إدارتنا لمشاعرنا ضعيفة وإن إحنا محتاجين إن إحنا نشتغل شوية على الموضوع ده هو صعوبة إدارة علاقاتنا الاجتماعية فأبقى مش قادر أبني علاقة صحية سواء شخصية أو مهنية مع زملاء العمل أو مع أهلي مع قريبي مع شريك حياتي مع أولادي لما يبقى فيه دايما فيه عندي صعوبة في بناء علاقات صحية وإدارتها وتنميتها وتغذيتها وإن هي تبقى أحسن وأحسن ده معناه إني محتاج أتعلم هذه المهار كمان قلة التركيز بتدل أحيانا على افتقار مهارة إدارة المشاعر لأن تركيزي كله منصب على المشاعر اللي أنا حاسس بيها مش قادر أفسرها مش قادر أستجيب ليها استجابة كويسة فبقى مش قادر أركز على شيء هادف شيء مهم في حياتي لأن طقتي كلها مستنفزة في محاولة يعني واللهث محاولة لإدراك هذه المشاعر واللهث وراها ويمكن كمان أحيانا بيكون دليل على افتقار القدرة على إدارة المشاعر والتنظيم العاطفي هو فرط الحساسية وإني أخد كل حاجة على إنها هجوم علي أو إن أنا مستهدف واستجابتي يبقى فيها نوع من الحساسية المفرطة في مواقف حتى كمان ممكن تكون مواقف يعني مليش دخل فيها طيب نعمل إيه علشان ننمي هذه المهارة أول خطوة هي الفترة الزمنية ما بين الفعل ورد الفعل أقرر كده بيني وبين نفسي إن أنا مش حستجيب لأي موقف بسرعة وأفكر في المواقف المختلفة اللي بتعدي علي زي من ضمن الحاجات مثلا إن أنا ديت لنفسي مواعيد محددة أرد فيها على الإيميلز بتاعتي على الإيميلات اللي بتجيدي ده طبعا كان يعني ينفعني في أكتر من حاجة الحاجة الأولانية إن أنا بقدر أنظم يومي والنقطة التانية هي إن أنا بقدر أنظم أفكاري ومشاعري قبل ما أرد على أي رسالة أو أي نوع من أنواع الكومينيكيشن كمان حتى مثلا في التليفون عملت لنفسي إن أنا مكالمات التليفون بتاعتي ما تزدش عن مدة معينة إن لازم يبقى معايا ورق أو ألم أحيانا وجود ورق أو ألم في إيدينا أثناء حوار معين بيخلينا ناخد بعض النقاط نفكر نفسنا بنقاط معينة نرتب أفكارنا كمان إن أنا أنسحب لو في حوار معين وحدة الحوار وصلت لدرجة معينة أنسحب من الحوار وده مش معناه ضعف ده معناه إن أنا باخد مع نفسي هدنة علشان أرتب أفكاري فنبتدي كده نفكر في إيه المواقف اللي حصلت معانا على مدار مثلا الكام سنة اللي فاتت اللي إحنا مش عاجبنا استجابتنا لهذا الموقف ونحط لنفسنا بعض القيود اللي تخليني أدي لنفسي هدنة أو فترة زمنية ولو حتى ثواني يقولك ها خد شهيخ زفير أعد لغاية عشرة مش عارف إيه الكلام ده كله ليه علشان أدي لنفسي هدنة إني ما نفجرش أحكي لكم قصة كنت فيس بريزيدنت في شركة ريال استيت كبيرة وكان عندي مديرة مطلعة عيني يعني أنا كنت بقى أدير أكتر من مكتب في أكتر من دولة وكان كل المدراء كويسين جدا جدا إلا هذه المديرة علاقتي بيها وحشة جدا جدا وكانت مستفزة للغاية وحصل وأنا يعني بتكلم معاها إن أنا انفعلت فلما انفعلت موقفي هتز المدير اللي بيزع وبيجعجع دايما بيبقى موقفه ضعيف فأنا أضعفت موقفي فساعتها يعني كلمت مدير من مديرائي السابقين وقال لي النوعية دي من الناس ما تتكلميش معاها بالكلام أبدا لا على تليفون ولا وجها الوجه إلغي موضوع الميتينجز خالص ويبقى الكلام كله بالكتابة وبالورق لأن لما عملت النقطة دي لما غيرنا أسلوب التواصل اللي بيني وبينها من الكلام المباشر ليه الكتابة أو الورق بقى عندي الفرصة إني أستجمع أفكاري وأقدر أرد بالشكل الصح بعد ما أفكر فكده عملت إيه؟ زودت الفترة ما بين الفعل والاستجابة وفي النص بقى أقدر أتحكم في المشاعر اللي أنا بحس بيها ما أخدوا بالكم إن هذا الفعل ولد جوايا مشاعر معينة لو هذه المشاعر سخنة وأفوارة والكلام ده كله رد فعلي واستجابتي هيكون برضو متناسب مع المشاعر اللي قاعد عمالة بتغلي جوايا لما أقل للفترة وغير نوعية التواصل بيني وبين هذا الشخص أقدر أدي نفسي فرصة إني أتحكم في المشاعر النقطة التانية كمان عشان أزود مهارتي في إدارة مشاعري وتنظيمي العاطفي إني أفهم نفسي كويس قوي ويمكن أنا كان مفروض أخلي النقطة دي النقطة الأولانية إن البداية لازم تبقى بإن إحنا نفهم أنفسنا كويس قوي أعمل اختبار للشخصية مش عشان الاختبارات اللي هي بتيجي على الفيسبوك اختار مش عارفة الفكهة ونقولك شخصيتك إيه والكلام ده ولا أختار أداة محترمة كويسة علمية موثقة تساعدني في إن أنا أفهم شخصيتي لما أفهم شخصيتي أقدر أفهم إيه اللي بيضايقني وإيه اللي ما بيضايقنيش إيه اللي بيستفزني إيه التريجرز بتاعتي إيه الزراير اللي لما الناس بتدسها أنا بشعر مشاعر معينة مهم جدا كمان إن إحنا نتعلم إزاي نسمي مشاعرنا أحيانا بنشعر أنا شاعر بالضيق أنا شاعر بالاكتئاب أنا عندي اكتئاب ناس كتير قوي تقولك أنا عندي اكتئاب يا جماعة الاكتئاب ده مش حاجة سهلة كده نقولها كده وإحنا ماشيين رايحين جايين نبتدي نسمي مشاعرنا بالشكل الصح إيه هو الخوف إيه هو القلق إمتى بشعر بالخوف وإمتى بشعر بالقلق إمتى بشعر بالتهديد امتى بشعر بالغيرة من الآخرين امتى بشعر بأن أنا حسب الإهانة امتى بشعر أن أنا موقفي متزعزع وأن أنا مش يعني نشوقف على أرض صلبة كل الأمور دي أفكر فيها وامسك كمان ورق أو ألم ولما تحصل مواقف معينة أبتدي أفكر في الموقف دو أنا حسيت بإيه وحسيت بالشعور ده ليه وكان رد فعلي إيه وهل رد الفعل ده كان مفيد ولا ضرني كل الأمور دي لما أفكر فيها أفهم نفسي أكتر وأكتر ولما أفهم نفسي أكتر وأكتر أقدر أمسك بقى المشاعر دي وأدرها وأتحكم في ردود أفعالي اللي هي كانت استجابة لهذه المشاعر خطوة الثالثة اللي عملها برضو عشان أزود مهارتي في إدارة المشاعر هو إني أعيش اللحظة وأركز على الشخص اللي موجودين في هذه اللحظة والملابسات اللي موجودة في هذه اللحظة والناس كتير جداً بتبقى مركزة على نفسها قوي ومش شايفة الآخرين هم شعرين بإيه أو تبقى شايفة الموقف من زاوية واحدة ومتديش نفسها فرصة إنها تشوف الزوايا الأخرى فنعمل كده عارفين اللي هي الصور اللي بناخدها الـ 360 درجة اللي بقت منتشر قوي على الفيسبوك والكلام دوه ده يخلينا إن إحنا في الموقف ناخد صورة 360 درجة للموقف ونحاول نحلله من جميع الجهات وأعيش هذه اللحظة وأشوف كل المتغيرات اللي موجودة في هذه اللحظة ده هيخليني أفهم اللي حصل فهم عميق وابتدي بقى كمان أربطه بالشعور اللي أنا حسيت به وهل هذا الشعور ملائم للموقف ولا في مبلغة أحياناً وده يدخلنا في الخطوة الرابعة علشان أزود مهارتي في إدارة المشاعر لازم أعيد تقييم المواقف وأسأل أسئلة مختلفة الشخص ده ما بيحبنيش هل هو فعلا ما بيحبنيش هل هو فعلا فيه بينه وبيني عداء ولا هل أنا تصرفاتي لا تتناسب مع توقعاته كتير جدا الناس دي جيني وتقولي أصل أنا مزيري بيكرهني أسأله بيكرهك ليه هو كده من الباب للطاق ما فيش حاجة اسمها من الباب للطاق أنا مش مؤمنة بده خالص ومش موافقة على ده خالص فيه سبب معين بيخلي المدير واخد منك موقف أو شخص معين في حياتنا واخد مننا موقف بشكل معين أو بيتصرف معين بشكل معين أنا جوزي أصله شخص نرجيسي صعب جدا كل ما بيعمل أي حاجة ما بيعجبوش ليه؟ مثلا بيذكروا مثلا الأمير تشارلز وليدي ديانا إنه إزاي كان بيعملها وحش لما ابتديت أقر عنهم اكتشفت إن تشارلز كان مجبور إن هو يتجاوز ديانا فهو واحد إنسانة هو مش حبيبها ده من الأول النقطة التانية كمان إن ديانا كان ليها تصرفات تشايلدش يعني تصرفات زي الطفلة إنتوا متشوفوش البراءة والجمال والكلام ده كله ولكن كان بينهم وراء الأبواب المغلقة إيه؟ فكان ليها تصرفات طفولية مستفزة ليه هو شخصيا زي طفلة بعد عملت تتنطط والدبد بالأرض ففي كل موقف ومع كل شخص نفكر ونحاول إن إحنا نعيد تقييم الموقف ونحاول إن إحنا نحط نفسنا مكان الشخص الآخر ونتصور كده هل أنا لو أنا بتعامل مع شخص زي بالظبط هتعامل إزاي؟ إيه الأخطاء اللي أنا بعملها؟ إيه الزراير اللي في الشخص الآخر اللي أنا بدوس عليها؟ عملية إعادة التقييم دي مهمة جدا جدا وبتفتح المجال قدامنا إن إحنا نشوف جوانب مختلفة من الموقف ونسأل نفسنا أسئلة يترى مثلا الإجزامبل اللي هو مديري مثلا بيكرهني يترى المديري عايز مني إيه؟ إيه توقعات مديري مني؟ وهل أنا بحقق هذه التوقعات ولا لا؟ أنا ممكن أكون بحقق حاجات تانية لكن الحاجات التانية دي مش هي اللي بيتوقعها المدير ففيه فجوة بين اللي هو بيتوقعه واللي أنا بنفزه طالما هذه الفجوة موجودة عمر ما المدير هيرضع عني مثلا فيه مثلا أسلوب التواصل يمكن أنا ليا أسلوب معينة يمكن ليا ألفاظ معينة بستخدمها يمكن ليا طريقة معينة بتكلم بيها الطريقة دي لا تتوافق مع الشخص الآخر أبتدي أقيم الموقف بناء على المعطيات اللي أنا شفتها لما أبتدي تعيش الموقف تاني كويس خامس خطوة ودي يمكن خطوة مهمة جدا جدا في تنمية مهاراتنا في إدارة المشاعر وفي التنظيم العاطفي وهي قدرتنا على التكيف في كل موقف هندخله هيكون فيه ملابسات معينة في كل مكان هنروحه برضو هيكون فيه زي ما تقوله ثقافة موجودة في هذا المكان السيدة مثلا اللي انضمت لأسرة هذه الأسرة فيه ثقافة معينة فيه عادات معينة فيه أمور معينة لازم نحن نتكيف مع الأمور المختلفة ما بقولش ان احنا نقبل أوضاع غلط أو نقبل أوضاع مؤزية لنا ولكن ان احنا يكون عندنا القدرة على تعديل سلوكياتنا وردود أفعالنا بما يتناسب مع كل موقف على حدة أهم حاجة نعملها عشان نزود قدرتنا على التكيف وإدارة مشاعرنا هي ان احنا ندرس التغيرات أنا نشأت في بيئة معينة رحت لبيئة أخرى فيه تغيرات وفرق ما بين البيئة اللي أنا نشأت فيها والبيئة اللي أنا رايحة لها أدرس هذه التغيرات وأقيم هذه التغيرات واشوف إيه اللي أنا أقدر أقبله إيه اللي أنا ما أقدرش أقبله إيه اللي يقع في دائر التأثيري وأقدر أغيره وإيه اللي لا يقع في دائر التأثيري وما أقدرش أغيره لما أدرس التغيرات أبتدي أربطها بنفسي أربطها بشخصيتي بذاتي بمشاعري واشوف ايه اللي انا اقدر اتنازل عنه شوية ايه اللي اقدر ان انا ادخله جديد على هذه البيئة مثلا عشان اعدلها شوية وهكذا الخطوة السادسة هي التعاطف والتعاطف له شقين تعاطف مع الاخرين وتعاطف مع الذات احيانا بكون متعاطف مع الاخرين فاجلد نفسي او متعاطف اكتر مع نفسي وبالتالي يواخد موقف عدائي من الاخرين اصل هما بيكرهوني اصل هما بيغيروا مني اصل هما بيحقدوا علي اصل هما كذا فابقى متعاطف مع نفسي وحاسس ان انا ضحية او متعاطف مع الاخرين بدون مدرس الموقف صح فممكن ايجي في صف شخص على حساب شخص اخر فالكلمة هنا هي التعاطف ان انا اتعاطف مع نفسي مجلدش نفسي لو دخلت في موقف وحاسيت بشعور سلبي معاوش اقول انا ليه حاسس بكده مثلا الغيرة مثلا او الحيقد انا ليه غيرانة انا ليه كذا هو انا انسانة وحشة هو انا كذا انا ليه كذبت انا ليه عملت انا ليه سويت مجلدش نفسي لكن اتعلم من الموقف انا هنا حسيت بالغيرة ليه ايه اللي اقدر اعمله عشان ما حسش بالغيرة بدون مجلب نفسي بدون ما اتعامل مع نفسي على ان انا انسانة وحشة او ان انا ماستهلش الحب او انا ماستهلش الاحترام في نفس الوقت أعمل نفس الأمر ده بالنسبة للآخرين إن أنا أفكر يا ترى هم حسين بإيه يا ترى هم تصرفوا التصرف ده ليه فالتعاطف بشقيه مهم جدا جدا عشان أدير هذه المشاعر لما حست بالحزن يبقى أنا متعاطفة مع نفسي وطبطب على نفسي وأكلم نفسي كإني أكلم صاحبتي طب معلش أنا عارفة أن أنت حاسة بالإحساس ده أنا عارف أن أنت شاعر بالشعور ده إيه اللي نقدر نعمله عشان نحسن الموقف إيه اللي نقدر نعمله علشان نتغلب على الشعور ده إيه اللي نقدر نغيره في البيئة دية إيه اللي نقدر نغيره في الموقف ده وهكذا فالتعاطف مهم جدا جدا إن إحنا شوية شوية نتعلم إزاي نقدر إن إحنا ندير مشاعرنا آخر نقطة هي إن إحنا نحاول نبني حوالينا منظوم الدعم ومنظومة الدعم مهمة جدا جدا وقوتنا مستمدة من منظومة الدعم اللي حوالينا مين الناس اللي بتشاركنا الأفكار مين الناس اللي نقدر إن إحنا نطلب منها النصيحة مين الناس اللي تقدر تقف في دهرنا وتحمينا نفكر كده في علاقتنا بالآخرين مين مكون من مكونات منظومة الدعم دية وفي كل مرة يحصل موقف معين مين اللي أقدر ألجأ له في هذا الموقف دول السبع نقاط اللي توصلت إليهم إن إحنا إزاي ممكن ننمي مهارة إدارة المشاعر والتنظيم العاطفي اللي تعتبر يعني مكون كبير جدا جدا من مكونات الذكاء العاطفي والذكاء العاطفي هو اللي هيمكننا من إن إحنا نفهم أنفسنا وندير أنفسنا ونفهم الآخرين وندير علاقتنا مع الآخرين وده هيخلينا إن إحنا ننجح على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير علشان تعمل فايدة واشتركوا في القناة لو كنتوا لسه مشتركتوش وياريت تشوفوا الفيديوهات السابقة اللي أنا اتكلمت فيها عن إزاي ننمي ذكاءنا العاطفي إحنا لسه مستمرين وقدمنا كان فيديو جايين فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان في المستقبل كل الفيديوهات اللي هتكلم فيها عن المواضيع المهمة دي يجيلكم تنويه إنها تنشرت ساعدت بيكم أشوفكم الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر